بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة بالمحور الرابع سنتعرض في هذا الفيديو إلى شرح واحد من الأمثلة على الصوليد نون سيركولور شافت شكل المقطع هنا شكل مثلث معانا هذا الشافت من الألومنيوم الكروس سكشنل اريا in the shape of equilateral triangle معطلوب the largest torque T that can be applied to the end of the shaft if the allowable shear stress is 8 Kilo LB in inches square and the angle of twist at the end is restricted to Phi allowable equal 2.02 radians how much torque can be applied to shafts of circular cross section made of the same amount of material مع نفس كمية المادة لو استعملنا solid shaft يكون المقطع دائري كم العزم اللي ممكن يسلط على هذا العمود المعطيات طبعا طبعا الطول هنا أربعة فوت الظلع المثلث بيكون 1.5 إنش والزاوية طبعا هي بتكون 60 by default بما أنه equilateral triangle حساب الطو allowable من خلال القوانين التي تعرضنا إليها تساوي 20 ضرب T على A cube طبعا نبحث عن T معطى الطو allowable نسحب T بتصير تساوي 1350 LB into inch الفي allowable أيضا معطى T نبحث عنها من خلال هذا القانون فيكون يكفي أنه نسحب T نتحصل على 170 LB into inch by comparison the torque is limited due to the angle of twist يعني أنه رح ناخذ القيمة الأصغر التي تحصلنا عليها حتى تكون هي القيمة الأعلى فيأخذ T يساوي 170 LB into inch لو طرحنا فرضية استعمال solid shaft with a circular cross section الarea للcircle تساوي الarea للtriangle فيكون pi c square equal half 1.5 inch ضرب 1.5 sin 60 degrees يطلع معنا C يساوي 0.557 inch باستعمال قانون الطو allowable المستعمل في circular solid shaft يعني اللي عنده مقطع دائري كده هنا نطرح تعويض المقطع المثلث بالمقطع الدائري هذا solid shaft فهنا لا بد من استعمال القانون الخاص بالsolid shaft فيكون معنا 8000 LB into inch square يساوي T ضرب C اللي حسبناها تقسيم الج فيطلع معنا العزم يساوي 2170 LB into inch بالنسبة للphi allowable الزاوية للالتواء بنفس الطريقة نستعمل القانون الذي نستعمله في circular solid shaft فنتحصل على الطرق يساوي 233 LB into inch أيضا هنا نتمكن من أنه تكون في يعني قيمة العزم تكون أعلى بالمقارنة مع المقطع المثلث الخلاصة conclusion comparing this result with that given above يعني هذا بالنسبة لل circular المقطع الدائري وهنا بالنسبة للمقطع المثلث فالقيمة هنا أعلى It is seen that a shaft of circular cross section area can support 37% more torque than the one having a triangular cross section يعني هذا الشكل يتحمل 37% عزم أعلى من شكل المقطع المثلث موسيقى